السلام عليكم و مرحبا يكون معنا في فيديو جديد ان شاء الله في فيديو اليوم نضروع على الشفاوي المباراة الجماريك والضرائب لغير مباشرة فان شاء الله في فيديو اليوم سنضروع على بعض الأسئلة الشفاوي في هذه المباراة هذه فعندكم الأسئلة والجواب المحسن من طبيعة الحلقة و لا يمكنكم جواب الطريقة التي يريد ونحاول لديكم الأسئلة وبعض النصائح التي ستفيدكم في الشفاوي و قلما نبدأ الفيديو لدينا كنت أتمنى أن يجعلنا واحد لايك اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة و اشتركوا الفيديو و لا تنسوا ان تشاركوا الفيديو و كل شيء سيستفيد و ان شاء الله نبدأوا بالأسئلة و نبدأوا بأول سؤال السؤال الذي سأل جميع المقابلات الشفاوي هو طبيعة الحل اعرف نفسك اعطيوا اجوبة تكون يعني مختصة لا تقوش تطولوا في الهطرة جوابوا علاقة السؤال ف اعطيوهم اسم دلكم الكامل السم دلكم الحالة عائلية دلكم و كذلك اعطيوهم المستوى الدراسي دلكم و فقط السؤال الثاني نقدروا انهم يسولوك ما هو التعريف الجماريك يعني انتم تعرفوا بالجماريك فانتكم واحد التعريف انا يا كما قلت لكم هو التعريف الجماريك فقط الجماريك هو جهاز شبه عسكري تابع لوزارة الاقتصاد والمالية و فقط ما ديت شي تكلمة لما تجبدلوا المهام وتجبدلوا لا لا اطلب منك تعريف سؤال اخر ما الفرق بين الضريبة المباشرة و الضريبة الغير المباشرة طبعا يمكنكم انكم تبحثوا عليها في جوجل انا جيت احد الفرق انقره عليكم طبعا يبحثوا عليه و يمكنكم انكم اجابة اخرى او لا يمكنكم تبحثوا اكثر ثم سنقطة تقولوا الضريبة المباشرة هي ضريبة تفرض على الشخص بعينه على دخله مباشرة او ما يمتلك معرض للضريبة و يذهبوا لتدادها مباشرة اما الضريبة الغير المباشرة هي تلك الضرائب التي تفرض على اشياء معينة اذ تم عمليها بصورة مالية او ما شبه ذلك و تجدوا اكثر يمكنكم تخفو غرينا السؤال الآخر ما هو الدافع او الحافز ليجا لك تختار هذه المهناة يعني مهنات الجمركي بالنسبة للجاوة ذات السؤالة احاول انكم تضروا بواقعية ما زيدوش فيه يعني الناس دي اللي عيدو لكم يعرفوكم مباشرة انا كتزيد فيه واليادي احاول انكم تضروا بواقعية تقولوا اني بغيت نخدم الحافز اللي خالي نخدم هو البحث طبع هذا الحاجة عن نقمة للعيش اول حاجة و بمنا هاد المهناة هدي واحد المهناة محترمة و بها كان دافع للحدود دي الوطن فاخترت انا تقول مهنا دي المستقبلية فقط نجد با السؤال الاخر يقدر يقول لك مثلا هاد السؤال هاد السؤال هاد السؤال هاد السؤال انا تقولوا انه ما عنديش الحق اني نصاوب نحو المهرب السلاح ديالي الا الا هو ساوب السلاح ديالي عليها انايا حتى لو اعطوني الاوامر باش نصاوب عليه سلاح ديالي ما غادش نديرها تدخل يعني في السلاح تقولوا انه كيكون الا في هواء الطلق يعني يمكنك تدرب غير في الهواء الطلق او لا الى المهرب او للشخص المجرم هو اللي يصاوب لك سلاح ديالك عندما يمكنك انك دفع لنفسك ندو الزباء السؤال الاخر اللي قدرته لكم فلطارك كمواطن ما هي اهم المهام التي تقوم بها ادارة الجمارك كادارة مواطنة طب الى الحال هنا ستكون عارف المهام هنا عندكم بعض المهام المختصرة يمكن لكم انكم تعبدوا تعب بروكتر ولكن كما قلت لكم تطولوش في الاجابة ديالكم المهام هما انعاش الاستثمار حماية المستالك حماية الاقتصاد الوطني والعدالة الجنائية هذه هما المهام اللي جبت لكم اني مختصرين فاندو الزباء السؤال الاخر ما تعرفوا عن المديرية الجهوية التابعة لها مدينتك من الموانئ او المطارس او مراكز الحدودية فطبعا انا مقاش انكم شي ايجابة محددة حس كل واحد فيكم يعني كل متراشح ومتراشحة يجب ان يكون عارف يعني كل المديرية الجهوية اللي سكنوا طبعا فيها يعرف عليها جميع المعلومات حتى يقدر انه يسولك تسؤال وطبقى غير ساكت ولهذا يجب ان تعرف جميع المعلومات على المديرية الجهوية طبعا كما شوية سؤال هذا يعني كتطلب البحث ولهذا كنت طلب منكم انكم تبحثوا اكتر على المديرية الجهوية وطبقى الحال على جميع المعلومات ديال الجامارك حاولو انكم تبحثوا مزيان وتقراروهم مزيان نجدب السؤال الاخر قدر اقول لكم انكم تابع انت الاخبار وخاصة المحلية فجامارك هنفيق تحسافين بيومها العالمي طبعا تعطينا اليوم ماذا هو الشعار اللى تتعمله ه env Hannah في يم يdd طبعا اليوم العالمي الجامارك هو wan ٢١ يناير طبعا بالنسبة للشعار فكل سنة عندها الشعار وه pedestrians هو. الجمارك تعزز التعافي والتجديد والمرونة من اجل سلسلة الامتداد المستدامة. يعني ما عدت جونت بات السؤال. بل جواب هدا عيكون عارفك انك انت باحث مية في المية على جميع المعلومات دي جمارك. فعدا باندزو السؤال اخر. عيقول لك مثلا انه مسؤول اعلم النقر. يعني اعلم النقر وطبع. وفي احد المهام الخارجية. الشي قلت اجي انقصم معك. ماذا تجاوبي انتا يا. طبعا هنا يا. تبغوا يختبرك وش انتا يا. غادي تشد من عنه الرشوة او لا. فغادي تقول له. إذا كان لدي شي داليل عليه انه شد الرشوة. فطبعا المهمة اللي غادي مبلغ به. اما الى ما شفتوش يعني ما عنديش وحد داليل انه شد الرشوة. فطبعا من خلال تربيتي ما غاديش نشد نهائيا الرشوة. يعني ما عن نفتش الاوامر ديالو. ما عن نشبرش الرشوة. فهذا هو الجواب اللي انك يمكن لك تعطيه. فهذا كانوا من اسئلة اللي جبلكم اليوم. كنتمنى ان تكونوا عجباتكم. فهذا مندزوا لبعض النصائحة اللي ستقدر تعاونكم ان شاء الله. والذي نقول لكم هو انه من خلال ايجابة ديالك اللي كتعطي للاجنة. فكتخلي واحد الانتباع على الشخصية ديالك. ما كيمش انك تجاوب صحيح او خطأ على السؤال. اهم حاجة هو انك تبين انك عندك شخصية قوية. يعني تكزبينو ان شخصية ديالك صارمة وعندك ثقة كما قلت لكم في النفس. هاتشي اللي كتب حتى لها اللجنة هو انه شخص عنده ثقة في النفس طب هذا الحال. وتكون عندك وحد شخصية صارمة. يعني باش انك تقدر تخدم كديواني. واذا فاقرأ قد نقول لكم واهم حاجة في المقابلة الشخصية هو انكم تجنبوا سرعة في الاجابة. حاول انكم تاخدوا الوقت الكافي ديالكم انكم باش تجاوبوا. ولكن كما قلت لكم قبل ما تطولوش بزا في الآسئلة. جاوبوا على قد سؤال ديالكم. حاول انك تشوف في اللجنة مباشرة تشوف في يومك في عين يوم. ما تبقاش يكون مرة تشوف جاي باش ما تزمنوش انا كانت متوتر او لا خائف. طبع كما قلت لكم اهم بحاجة هي ثقة في النفس. طبع الحالية الاساس. حاجة اخرى بغي نقول لكم انكم متجاوبوش لاسي سؤال مفهمتوش. يمكنكم انكم تطلبوا من اللجنة انها تشرح عليكم. يمكنك تشرح لي هاد السؤال هادا مفهمتوش مزيان. عادي ما فيها بس. اه حاول انكم تركزوا اكتر للسياغات الاجوبة ديالكم. يتكون جملة مفيدة وبسيطة. فهدو كأنه هما النصائح ديالما. اندوش دابا المعلومات اخرى ديالشافوي يتقال سفيدكم. فالمدة دي الاختبار الشفوي تتراوح ما بين عشرين حتى الثلاثين دقيقة. هذه المعلومة الاولى. المعلومة هو مثلا شنو المعيار اللي اخداوه باش داروا تنقية ديالشافوي باش طحوا الشفوي. بالنسبة للشفوي. اه الاشخاص اللي تأهلوا الشفوي فهوما الاشخاص اللي تدوموا. النقطة لا تقولوا عن اتناشرة عشرين. نسمة الاشخاص اللي ما تأهلوش للشفوي. فالنقطة اللي جابوها هي عقل من ثمانية. عقل من ثمانية لعشرين. يجبتي اقل من ثمانية لعشرين. فطبع اتحال ما غريش تأهل للشفوي. فهدو ما كان يوم المعلومات والاسئلات ديال الشفوي اللي قدرت نجيب لكم اليوم. كنتم نكونوا سفتوا منا. فإلى كانتكم اي سؤال او اي استفسار. فما رحب لكم يفتع لقات. او ليمكن لكم انكم تدخلوا عندها الخاص. من خلال فيسبوك ديال القناة. او لانستغرام ديالقنات. كنتم كتشفوها موقينا في الشاشة. فهنا غادي نكونوا سلينا. كنتم لكم امتفق لكم. كام لنسبة الناس اللي تأهلوا. بالنسبة الناس اللي ما تأهلوش. فمعليش مرة اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم وبركاته.